المية دي فيها صودا قالك لا أو فيها لبن شربي يا حتى يا بنزين ماهوما عندنا اتنين سمين في الشعر لكن بقى مايونيز وكاتشب هيعدي المايونيز اه في شوية بيت بس هيعدي كاتشب شوية طمطة بس متصفين ومدهوكين ومطبوخين فنزلين عندك سمي صالد هيمش ونزحلقوا هيتزحلق لا حينها بقوا عفلا فسيخ ورنجا هو بروتين اه بس بروتين متأدت يعني مقدد متملح فنشف القليل نشف فصعب الهض والبروتين ده نشف ونصعد جدا بعض المعاملة فسيخ مثل الدشتر لا نشفت فتتتتتتتتتتتت وانا باكل السردل فساب انا ب أيضا الآن طولنا على ظهرة الأوركيد ظهرة الأوركيد أتنين زين بعد ذلك عليي اصدق해주ك لكي بعد ذلك طيب honest اطلع الجامعة اطلعوا انا اخيرا انا ليس النايب فرسد زاريم هان السافني جميع جميع و كلا حاجة و كل حاجة اكبر جميع في اللغة دور وبعدين هي بتقول لي ان انا مشهورة في مجتمع الفايبرو مايالج يعني فى هتتكلم النهاردة معاكم بقى في الفايبرو و معنائها يعني.. 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 حيث لما شبكة بالي حاجات بخطئ لها هنصوها ونحطها لها في كوماندي فين ضغط البشرة والصداع انتهى والقولون والعلم الصح والفيديو جاءت من غير نزيف وعدد أيام أقل انهم تحسن الوزن المقساة في شكل غير هي جايلة انه هده مذهل الحمد لله تمام ووقفت أدوية كتير هيا تبقى تقولونك أدوية لووقفتها يعني تكتبش الشهيرة يا دكتور مفيش شهيرة غيري لا دا فيه شهيرة كتير بسم الله الرحمن الرحيم لا الصوت مش واضح؟ معقولة الصوت مش واضح؟ طيب لا دا ما صوت يقصني ببرا واضح ولا لا صوت واضح صوت واضح ايه قريب معكم بسم الله الناس تتجمع يا رب اه 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 هكيد منتablديك اللهم تتربع ايه اه vita ايه البيبرو نعم جميلات الفاي Moder لا واضح لا وضح خلص الاتصاف انا اتشخصت في 2014؟ 8 سنين اتشخصت بسعة سنين بس عدة سنين بلف على كثرة كتير مخو أعصاب عظام اناس كتير يعني لفت لفت كثيرة ما كانش حد عارف إلا نفيه وإلا مظهر اللي أنا كنت بعملها لحد ما فيه رحت لدكتور مخو أعصابه فهو مع مخطر الحرب بقى شوية حاجات كتير أول فإيه يساعد فدل يسألني إيه سبب ده وإيه سبب ده حاجات له كتير بس هنا بقى فكرة الفايبر مياهجة بقى ساعدت لهم بعضاشو 8 سنين واتصورت يعني إيه بقى سبب كل لأ كانت حالات يعني تتعملها فأسوأ فأسوأ حسنين لفت على دكترة كتير وخدت علاجات كتير سمبالتا سيبراليكس كله 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 لربتي أرواحة ضيفة عشو تنحسني بالسكة دي يعني كاللومة حاجاتها تساوية قبل ما الشخص أنا أكثر من حوالي 2009 عملت ضيفة خسيت 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 بس وعدها الكلسرول ما نزلش ما نزلش دولو سلسرول ما نزلش دولو سلسرول ما نزلت دولو سلسرول ما نزلت ما تتطمينيش أول لا وقتنا بدين بالخسر والدولو سلسرول ما نزل تتازم تعليق عشوتي بالكساري فات بدين بالكساري مرصد والدنيم تخلصت الخساسان جالك فايرو بعدها بشوية يعني هربائية عندي تقريبا من خابره بدأ من يمكن حتى من ثلاثين سنة بعد عمل لا قبل 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 سنوي وانا في سنوي بقى القولون وعصر قولون ايه وقل الله قولون تعبان انا بقول دايما قولونك شعر تعبان شعر تعبان وعصر التنفية تعبان قولون تعبان انا شنون كويسة شنون كويسة شوك الناس يقولك ايه قلوني على ايه هسألك على حاجات تقول لهم النظام ايه لا تأخيرهم الاسبتين الله تبتطل ايه ايه كنتم استفسر بس من تحفظم ايه كنتم استفسر بس لانتقال اها اليسه الكلام بديدني ايه فقط ما اعرف المساكل طريقة اقول انا كنتم متنينة على هذا المحطنة لانا اعرف ان الفائدهو مالوش عليك اعملت بكل عائلة ممتعدتش وحالتي كانت بسق اكتر وحالتي بهذا نفسي اكتر كنتم متزق الأكتر بتسوق اكتر واكتر يعني كنت خلاص يعني ان شبح يعني عايزة حياتي تتديه خلاص انا مش عايزة مش عادرة مش عادرة مش عادرة مش عادرة خارج مش عادرة مش عادرة ماشية على ادوية كده يعني ايلي اه ارزع زهر لافق نفسي كان يعنيق عليك ايامك كذلك ماook مفيدتون بالنسبان اول حبي يعني كنت تعبان جدا اول حقيقة يعني كنت حسا ان اتفاقش و ان انا بقيتها غير شوية عليك ما استلتزمتش في الاول يعني قبل التلات السبيل انا بقيت الكزابت خفيف ولد بدأت الدنيا تتحسن معنا مجروب العامة دي عايزة دولي انا بالتدابي سهل لو تبقى كتبت من السعيبة اللي انطلق اصلا ان انا كنت ماشي بطلق الادوائي كلها كتعملات بخنئاني فانا كنت عادة اقف الادوائي دي باي شكل بس ما كنتش حزاجة قلت اكتب ، قمت ابدأ اجربة ايه عملية ايه ايه امر تلمني ايه اول حاجة عمال فيها لانتو بتقولوا ايه وقت تعملوا ايه وازاي بتقولوا ده وتقول فلان قل لعسل الطبامج والكريمة لا 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 خالص انا ممسيت على وقت افكيرك بالضبط زي ما بتقول زي ما قلت بس كنت ايه اللي هو افهم عايز افهم ايه التكنيك بالضبط ليه صحب صحب ليه يعني زي الفرقة مش حلوة طب زي البيض مش حلوة هي كنت بحب الفرقة البيض ما اختلفش حاجة ما وطبط البيض اه ما اختلفش حاجة ما اختلفش ان انا لا توجد افتلاصش حاجة حوة حوة لا لا اختلفش حاجة دي ما تكون حليش اصلا لا انا محسرت بأس احدى وحشة لا لا حريبه البرطاني التحسن في المنع عشنتي بس كتنه اما انا موطلت كل حاجة لا انا اختلاف اختلاف ولو قبلك كان فيه ام رامي عليك ان كانت مرة ربعة بيضا خلفت في النصر وكانت ربعة بيضا عايت ربعة ايام قدامها من المهديين لجسمها مضيف حيركم اي قصر في امتي قصدي وانت اكيد خلقتك بثلاثة بسالة بيضا لا والله ابدا ابدا لان اعجبني فيها ان انا باكو في اي وقت باكو باي كميات انا عايزاها ممنعش اي براحتي خالص في الاكل وفي كميات ومرم على نفس المنهر ماشيا الهالات يعني لا كتير قوي قولولي وشكراك وشكراك مفيش نصبغات مفيش تنفيخ مفيش شابس م gimmick وأولا كتير م 144 قالولي وشكراك اول ثاني دخل فيتي بعد ما كاش تجلل علي ب authorities يويوه دا الحضور الكدير المنزعة والحضور اللي عisme المنزعة عندي لذoria ما كنتش مشتوغلة في أفضل لم احصني ووازنة لسه موضوع الواقه لسه مش ندري تأثير لما أهسمها النisedواوزنة لما ب Madrid من عضم. انت لعنبك ده هو العنبك ده. تلات اسابيع الجسم يضير. هرمونا. لا اتغيرت. هرمونا. حيث كده معينة اثنين بدأ انت خفف المدايا. طبعا البطن. البطن مست بكمية. واضحة جدا. كدخناني جدا. احسن كتير. لا احسن كتير. احسن. انت مهيج النهجة. انها جان. انها جان. انا كنت بقى احانا في اي حركة. احسن كتير. لسه بعد دخلة الشتر جرودها هتبقى مش قوية. ودخلة صد مش اتعلاق تاني. انا الناس كلها عام تأمدات سأل تطيقين ادفتهم احسن. انا كده النور دي. جماعة فين تتحول. انا جاي لسوكان يوم الجمعة وانت مات بصمت ستة تلاتين ساعة. انهاردة انا دي سمجرده. وانت قلت لي معاك ده وانت قلت لي فهور النقر لانت منا فيه. ده عشان انا لما اجيلي بردة ده عشان انا عارفة انا هعملك بردش احصلك حاجة برد. وايه ده طريقته? اخوها الشيين. خلاصة. عدة من الهيام اخر هاعي لون ثلاثة. انا معرم. انا مخلوق من طريب جواية باكتيرات ومانسلس. المكروبيوتا اللي هو مكروبيوتا اللي هو مكروبيوتا بخلعونة. مكروبيوتا والمكروبيوم والزباد اليوناني والبنك الاعريقي والهمالايا. ده فيه ملايا للغاية فيه ملحة والهمالايا للسنطبور. اسمعتي عنه ولا لا? تبقصتي بتشبه علي. ملحة مشهولة. ايه اللي هو استخده? اه. يكلو. بدل ملح ملحة الطعام اللي هو. ايه هو احسن? لابدك هم ناس كدينوا عليهم هبداع الفايدرون هالجر. طال زي سبايا اليوناني في ملحة همالايا في دي جزء الهن اللي بموت ده. ده في دي شوفان اللي اتباح ده يتبقى حاجات للارض دي. وبهض بقى با هذه الصحورة بده وتع soda كل واحد يأتagnه يوهتيل. لكن تبقى بعد دي شوفان. هم ف cooking icie اناس بأيحهم. انت بقى يومك ماشيonosح يزاوي وتأكل ايه؟. يعنا ده كعين لما بفتر بفتر دي شوفانه. ما هيكوة.zte احد م fabrication أم لا. بقي تأكل شوفي بقصئة بحمرتي. انا دي الميمونحة تماما. المقليات كانت مموعة تماما. ما فيش ارتجاع. يعني بتاكل مقلي ما فيش ارتجاع. ما فيش ارتجاع. ما فيش قولون. ما فيش قولون. اه ايوه. خالص. باكل بالليل قبل منام برحتي. خارج الله. جدا. بدموع بدموع اكل. بس اوك. بتاكل مقليد يا عيسى الحد ده بنتشبع. كل حاجة. بحروم سوبر يا عزيزي. باكل بسبوسة. ايوه اخلت الوزب لبر. اهه. باكل الحاجة غريبة زبدة ومرضة. زبدة ومرضة. ومخس. اه ايوه هو ده انا عايته بسمعه. يبقى ما حادش نقارب بقى كلامنا احنا بكلام حاجة. اهلا انا قللت وما ما حال لهم مش. يعني حمالة انا مخدوزات وبيت المكانه دوست اللي ماتعش كيش يجبني ايش. ببداقية. اه. انا فرنعت بين حتيين. اه. مناحت مكارونا وضيء ابيض وحاطت لك رس وحاطت لك دوست. انا واحد. مناحت افضار مقرد وحاطت مكانه فاكلة. مناحت صودة ومشروبات جازية وحاطت مكانها عصاية. صح? مناحت قلبانه منتجات جبل كسير وحاطت مكانها جبل مطلوبة. صح? وانا الصح. يبقى انا محرمتكيش بالعكس انا دلتك الحاجات اللي انت نفسك فيها. والمكسرات خمياتك بيها. مم. وحلو تنبولت معدل ملبن عشكلة لكم ملبن من عدل كل البيضة. ملزة. فكريتي معادي ايها يعني من النهاردة. بشكلة بسوكين تفع مكلامي. مخبوص معجون بلزة. بيجرح امعائك ومقدمك وخورون ساعات. اه. بيعيقل بصاص بايتل. او بايتامين. بايتامينز. وهرمونز. وكيميكولز. انت جسك محتاج لها. انا شفت اللي هتا الجبس اللي بيتحول بقى في المعدل. شفت البسك. شفت. عجب ديجتي. شفت جدا. افهمت. والا اهلوة. وهنا احلى حاجة لانا ما بفهم بقطارع. زورتك ايها يا انا. اه. روز بقى ايه ايه جنبه ايه حاجة. يا مهر. كنت ايه فريد كوفيركو حبة لحمة. فريد. اه. الواقوة. اه. روز مع ايه 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 قال حضر مصير بطة بتاع التسابق ماشوي الحاجات المشوية قللتها 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 يا جميلة ايه سريعة سريعة بسرعة سريعة بسرعة لا بس يا موضوع ده لا لا تطعيم جنب جنب العكلة برضو الحضاء بدل ايه بس اتقلق يا خطرة التي تقذش البيت وظمت الموجات الوطب فعلا مشكلة عندي نعمة فعندين خلص وطب اوطب رجل اببوة بااشبابوة بااش باباة بااكولش زبادي وتكون معايا جميل بانستو بس انا باجلamientos مسلا بالزور يقوم مطعم علي بالزور انا باجيل لهم طعمة بردو عجبالة دي يكون معايا بهم تسمت والدراي باكلوتونة وباكلول اللي هو الويت اللي هو المعلمات تريح التميق قونا تكون Eigen يعني انا مثال يعني ede عراض كتير كنت تعبنة فيها باني عنها عندي ضغط كولسترول ده غير الفايبلومياجة عامض كتير لهاجان بقى الجسم بتحرك بالعقل لا انا ممتعش الحاجة مني ليكم على طرق تصل لي كل حاجة صفل صفل عجل ورشي انا عجل اسمي انا عجل اسمي لا انا عجل اسمي باشي زيامين بقدروبت كلها أجل دغبية أولا بطلتين هل أنت كلمة في أجل الغروبين مع ناس الاجبادة؟ أنا عادي في أجل الغروبين centre Fire 맞아 Cellcast وقد قال لي أني عاني من زمن الحاوة داع المضاعفاته وكان أصبح them كان يقوموا بتزيدية جميعات أكثر الكميات لا براحتك عندما دول بنتي في المسموح الكميات براحتك وفي أي وقت وقت ما تبوي تأكل أي حاجة كل الكمية التي تريدها بنقل على عضلات العالمة لا أستطيع أن أفتح إذا كان كافي بنقل على عضلات لا بس هي أنا بقى أقول لعنى تقلوبتي طبعا من الدكتوره والذي بيبقى فاهم في ناحية الطبية لكن أنا بقول على نفسي لا أنا بقيت خفيفة قوي أنا بقيت باشة بتنطط زي الفراشة بتحرك بسهولة بمشي بعرف أمشي أنا كنت تقيلة جدا في الحركة ومن قدر الأدوية لا أنا كنت بأخذها كتير قوي لا أنا كنت تعبنة جدا الأعراض الفايرجو لا هي خفت بصورة كبيرة جدا الصداع قال لي بنسبة كبيرة جدا ما بقيتش بقى حاجة نادرة دلوقتي الألم العضلات قالت كتير الحرقان كل أعراض الفايرجو قالت كتير قوي رح نلقى كتير جدا ونقول أننا بقيت أحسن بالنسبة 70-80% وكفاية مودي النفسي أنا لا اختلفت أنا اختلفت كتير قوي بقيت مقبلة يعني أنا كنت بفكر في الموت بفكر في مش طيقة الدنيا مش طيقة الحياة مش طيقة الناس الحوالي كرحة الدنيا كرحة كل حاجة مهما كانت مش عارفة أفرق يعني أي حاجة كويسة مش عارفة أفرق لا بالوقت أنا بقى عندي رضا مهما كان هناك مشكلة ولا أي حاجة لا مفيش مشكلة أنا مبسوطة يعني بقى فعلوا عندي رضا رضا بالأحداث اللي إيشتها مسموحة الضغط الضغط هادي كتير يعني هو عمل بيتحسن يعني يعني كل شوية بيتحسن يعني ما بقيتش الخان أبدا تتضغط والكلسترول والجول الكثير أنا أحسن يعني يعني بواقع عمل كثير جدا الحمد لله فأنا بقى لي أنا مشيت على كلام من الدكتور بقى لي ثلاث أسابيع وأفتر جميع الأدوية جميع الأدوية بمعنى كلمة جميع ضغط والكلسترول والنكسيوم والأكتئاب والأكتئاب والكل كنت ماشي على علاقات كثير جدا من عشرة أيام كله والأخده تماما تماما ما بقيتش أخد ولا ده وذي الوقت لا يخليك يا صورة برسي يا جميعا يا رب اكتب لنا خير الشيطة كلنا يا رب لا لا أنا لا تلطي ما باكونش زي ما قال الدكتور ما منوع الألياف ما منوع الجرجيل والحاجات الخاضرة والكلام ده أنا وقفتها تماما ما باكلهاش مهائي ما باكلش غير أكل مستوي كويس جدا ما باكلش غير التوست والرز فريق فريق أوكي ماشي فيتاميات لا أنا دلوقتي أنا جاية بكتورة عشان يقولي بقى إلقى أنا هعمل إيه في حياتي بعد كده يعني هكمل بداية الدنيا ازاي وكده هو مكتب ليش بعدها من دين السكر مش ممنوع خالص السكر مسموح جدا ما باكلش أي حاجة العصائر اللي باقولك أنا بقيت باكل زبدة ومربة وكل حاجات دي كنت منعها نفسي باكل ما فيش أي منعاد الفواجه كلها ما فيش أي منعاد حاجة فيها الله يسلمك يا رحانة ووقعت دوا بكل الزروح أنا ووقعت بحضة البتامينات اللي أنا كنت بأخدها لأنه كان فيها كالسيوم فيه ماغنيسيوم فيه حديد كنت بأخد يعني ماشي بفنطة ضخمة ماشي بزيضالية بحلها بدأت أتحسن من بعد أسبوع يعني بعد ما خلص الأوصار بالانسحاب من جسمي أحد معي أسبوع كنت تعبانة فيهم بجد بس أنا صمت وكملت بعد أسبوع بالظبط لا أنا أختالة الدنيا اتنقلت بمعنى كلمة اتنقلك حياتي تماماً بمعنى كلمة بروتينات اللي هي باكل لحوم باكل سمك باكل أنا ما بنعتش الفراخ اللي التهي أنا بقيت كميات قليلة أنا على بكرة حتى على النظام ده أنا أكلتي نفسها قلت بقيت أشبع بسرعة ما بقيتش بأجوعه زي الأول أنا كان عندي نهم إن أنا عايز أكل على طول يومي بكل مرما بين زي ما هو دلتون بالظبط قال جدول اللي كان موجود عن مت اللي هو المصروحات والممنوعات الممنوعات اللي هي اللبن والدي أي حاجة فيها تدي منعتها السودة أنا أصلاً ما كنتش بشرة بسودة كتير بس يعني كل فترة وفترة كنت بشرة بحاجة غير كده الحمد لله كنت باكل كل حاجة ما فيش أي ممنوعات خالص في الأكل غير الحاجات اللي قال عليها الدكتور بالنسبالي أنا باخد الرز مع قدار مستوي ما فيش صلطة ما فيش صلطة ما فيش صلطة خالص كم وجبة يومية ما فيش عدد الوجبات أنت باكبوح باكل وقت ما باكبوح باكل نعمل أي الأكشن؟ لا ما عمالش معي بالعكس أنا أتحسنت كتير ما كنت باكل قبل كده كنت باكل على عيشة ومخبوزات يعني العادي الحوالبناء الأكل العادي تعالماس العادية لأ لما أرقل كل دقيق العبيض وبقتها أخد أكل دوست الردّة أنا أقول لكم جماعاً أن أنا أخذلقت أكثر من 80% ويخفي اللي أنا أحساها لأ أنا حالتي النفسية لأ أنا بقت مقبلة على الحياة بقت حبة الدنيا بقت ببسوطة بقت زبامش زي الفراشة بطير يعني تبعنا الكلمة خفيفة جداً السناكس لو جعنا كل حاجة سناكس يفاكها ممكن فاكها ممكن أي حاجة عصير ممكن يعني بص ما فيش جدور معين ما فيش حاجة معينة أن أنا ماشي عليها لا أنا بجوع باكل المسموحة الحاجات المسموحة مش باكل الحاجات الممنوعة بس كم مرة زي ما بجوع ما فيش عدد بس في نفس الوقت أنا فعلاً مع المظام ده أنا أكلتي نفسها أقلت باكلة أنا لسا الدكتورة لسا هيبتبلي اللي رشادة هوا قالي بس ما هيبتبلي البتنين دياله هو ده بحكي الوحيدة اللي أنا محتاجيه تجمعنا الرز يا توست يعني هو إحنا الطبيعي إن إحنا هو ملكوش عايشوا رزة مع بعض يعني الطبيعي بتاعنا لكن التوست مثلا بفتر بفتر بالتوست الصبح في الغدا باكل لو فيه رز أكيلة وما فيش رزة باكل التوست أنا وقفت كل علاجات الفائبو تماماً كل الانتدبريشم وقفت تماماً كل الضغط كنت باخد دوايين ضغط وقفتهم كنت باخد دوا كوليسترول أربعين حاجة اللي هو أربعين ما كنت وصلتهم في 2400 كنت باخد دات ريلاكس كل ده كله كله وقفتهم ما فيش حساب سعرات ما فيش أي صحكات طول فحيز المسموح يعني باكل ضمن الحاجات اللي باكلها باكل زيتنا مربع أو إشتنا مربع باكل شوكولاتة سبريد باكل ضمنة مضبوقة باكل شيدر هو بصراحة دكتور مشرق دين هو ساملي العيادة كلها ومشي ساملي كل حاجاتهم ومشي وسامني قابل اختراحة دست يا أحمد كان فيه ما كناش بنخبز اللي أنا معروف عن اللي عرفتها إن إحنا زمان الناس ما كناش بيخبزوا بالدقيق كانوا بيخبزوا بالتفين بالحبة الأمح الكاملة من ضمن الحاجات على فكرة اللي أنا اتحسنت فيها إن أنا طبعا كيف عيبرو إن أنا اللاجلاجة واتحدها لأ الحمد لله أنا باقيسة أتكلم أحسن بنسبة كبيرة ما فيش عدد من الدست كل ذي ما أنت عايز يا محمد ما فيش أي عدد دست دو المعدة أنا كنت باخد نيكسيام وكان عندي ارتجاع على طول والقولون على طول وكل حاجة وققت من نيكسيام والحمد لله ما فيش أي ارتجاع تماما القولون هدي تماما ما بقاش فيه أثار الألام الكثيرة اللي كان عندي وقفت جميع الأدوية سهيرة كلها مرة واحدة لا أنا شخصيا أنا وقفت كلها مرة واحدة جميع شمط الأدوية رميتها كلها لا أنا مش عارفة كبز السحلب أنا ما عارفش بفيها كبز السحلب أصلا تخضي ردها لو صراحتي دكتور لسا يدي الواقع على ردها فهتدع جبها واخدها آه تست البوني اللي في السوبر ماركوات تست الردها في السوبر ماركوات آه الفريق عادي الفريق عادي جدا والفاس عادية جدا الفاس جماعة عادي جدا أنا بقيت أكل بطاطس محمرة أنا كنت منعها بقيتش إن كنت منع الشيبسي بقيت باكل شيبسي لو وعدت مثلا سناك باكل شيبسي سيادة آه بترفع تحليل التهايبات تحقيقي دعا عن تجربتي أنا آه لأ فيه لم أثر في الأكاكس في بقى كل جسمي كأنه التهايبات نارم ولا لا كل جسمي لأ مش عايش سنة في فرق العيش السنة عبارة اللي فهمته من الدكتور أنا هو عبارة عن دي برضو مخبوط بس عليه رده من بره لكن هو طوست سنة بس طوست رده اللي بتبع في السوبر ماركت مش اللي بتبع في الأفران هو طوست رده مبارد أن تقول لهم هو طوست رده اللي هو العادي ريتش بيك العادي الفجر كان على الفاكرة أنه الدكتور قال مسموح لا الدكتور هو يقول لي عيش السحلة بدا إيه ميزام وأنا مش عارك مصر عيش سنة لا ما ينفعش سماح طوست ردك يعني أنا ماشي زي ما الدكتور بيقول أنا ماشي هو هو بيقول لي بقى ماشي ما بغيرش فيه البقاليات أنا مرة بدون النظام ده أنا مرة كانت فول أنا كنت تعبت جدا يعني بطني انتفخت جانب جدا وكنت تعبانة فقررت أنها مش هكت فول تاني والدكتور بيسمح بالطعمات لأنها استوت وكثيرت هو العطر تتاخذ مع جمنا مع جمنا جمنا المطبوخة أو جمنا أو جمنا نستو وتتحن 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 وأسفها شكرا مايكل شكرا مايكل كيرسي والله كتير بصراحة أنا من التجربة للي أنا أشتهد لأ أنا عايزة أنا أخليت أصحابي كلهم يمشوا على رظامي وكلهم مبسوطين جدا يعني بقيت أنا أنا المرشي عليهم دكتورة أسمع الفيديوهات لأنني تبعت كل الفيديوهات الدكتور كلها بذكرها وكل مرة لا تستفيد من الفيديو مرة واحدة كل مرة أتعلم حاجة جديدة ذكرت كل الفيديوهات الدكتور جبنا نسوا مسموحة والشيدر والدومي يعني أقل قليلا كانت فاكرة أن الدكتور قال لي أقل درجة نباشرتي تحسين أنا أتحسنت كثير جدا أنا بقيت أحلى بقيت مقبلة على الزنيا بقيت مبسوطة بقى عندي ردة بقى متقبلة الأحداث ما بقيتش ضعيفة وعبوعة اللي تعبانها مطول يمكن عشان الفول ببقى فيه طعم قشرة القشرة بتاعته المضعبة لفترة نبقى مرة قال الدكتور إن هنا القشرة الطفاح ناكله من قشرة القشرة القشرة مشكلة في القشرة هي اللي بيها التعب اللي كانت التعامية تتعامل من الفول ببقى اللي هو المشوش وخضرب بيتسامى في الزيت مش سير مش عارفة يا زيت الفلسوداني مش عارفة بصراحة للدكتور لزا في حاجة عندي أنا جاية للدكتور عشانكتي حاجة كثير عندي أسئلة كثير حاجة عارفة عنها بس بحاجة حق بجد الدكتور ما بيبخلش بأي معلومة فلس نهائي وأنا بدأت العلاج من ثلاث أسابيع النظام ووقفت كل علاجات من عشرة أيام من الفيديوهات مثل الدكتور وبقيت بقى ماشية بقى فانفر بصراحة أفكال الدكتور لأنها أنا اتريحت أنا اتبسطت أنا اخدني اختلفت معايا جدا مرسي يا ربنا يخليكم يا رب يستمش لكم كلكم على خير يا رب يا رب كلنا كلنا نخفت لأ طص الحبة الكاملة لا حتى لو قرأت أنا عملت برضو فكرت بالموضوع دا لو قرأت نفكت النوعين من الطص هتلاقي ده معمومة إيه القمح والطص الحبة الكاملة معقول مكتوب إنه من الحبة الكاملة سوري عشانا اللي اخبطت الحبة الكاملة مكتوب عليه معمومة إيه لكن الموتوست الرده مكتوب إن حبة كاملة انتوا شوفوا ايه روح المكونات هتلاقوا بفرق فيها ما فيش بماخدش أي مكملات الدكتور ما كدب ليش يعني قالي الحاجة الوحيدة اللي هتبهيني هي بذرديد بس هاما فكرة لدكتور قالي الحاجات الوحيدة السودانية تغيينا برده من الممنوعات فعلا بها تبقى الزد بتاعتو مش عارفة لا اه حاسقل السؤال دا انا اول ما ييجي بس من باره انا جلتوا وسابلي العيدة ومشي مفيش مكملات روكا مفيش مكملات كله وقفت الكالسوم ووقفت الحديد ووقفت الماغناسيوم ووقفت كله لا تفاصيل حبة البركة مش عارفة بصراح نسأل برضو تاني الدكتور لما يجي عشان هون طبعا هون يجي يعني انا كل ما تيجي فكرة في دماغي لا انا بعمل ابص على الفيديوهات واسأل الدكتور في اللايف ايه اعمل ايه لو في حاجة عندي سؤال باسأله هي البطاطا نفسها لا مش ممنوعة بالعكس يعني الفصيلة تحت البطاطا والبطاطس والقارة الحاجات اللي حين مش عارفة بسموها ايه دي مسموحة جدا لكن ما عارفش باعيش بتاعها يبقى مامولة ايه ايه الحمد لله لحد الوقت بس هو الدكتور اللي عنده برد فبيقول انه هو مخدش حاجة غيره بس اطرا لتبتح المنافير وبس لكن من غير كده ما باخدش ايه لك الحمد لله لحد الوقت مجليش برد زبدة امراض bevor BEAكلام سوريز ممكن جبنا شيدر ممكن جبه المنبوخة ممكن ايه ايه تاني اااااااااا بفتر بطاقة سبحان مرء؟ ممكن جدا. بفتر مع كل الأمراض المزمنة المعروفة أن احنا أمراض مزمنة النظام يمشي معاها. ما هي عندي كولسترول والضغطة غير الفيبرو؟ لأ الموضوع تلف تماماً أنا اللي ربحت للدكتور. أنا اللي أول زيارة عليها للدكتوري النهاردة. الكتشب ليس ممنوع. والطماطم لو مضبوخة بو الأكل ليس ممنوع. يعني الصلاة الطبقة الصلاة النايدة ده ممنوع. مرسي يا روكا. يا رب يتم شفعنا كلنا على خير يا رب. وكلنا ربقى قويسين يا رب. يا ربي. نهاية الدكتور وسaley你 Attack. Thank you Ya نسأل الطامات اللونية؟ أنا حسب أنا مشيت على كلام الدكتوري أن ما فيش خدار مني ما كونش خدار مني، ما كونش خدار أخضر مني والكلام ده لا، أكل الحاجة هو خدار بستيري، أنا باكل خدار بستيري الفيبرو خفت ولا لا، أنا لسه يعني فيه نسبة في الفيبرو، أنا مقدرش أفتي بصراحة إذا كنت أخفت ولا لا بس أنا الألام هديت، أنا بقيت داد أسابيع ما عندش أتاكس ودي ده حاجة جميلة جدا، الصداع اللي كان على طول مستمر في دماغي مستمرة على طول لا، الحمد لله، ما كيش صداع يعني في الثلاثة الأسابيع مرة واحدة وكان تقريباً كان فيه برد داخل تقريباً كان هيدخل لي برد وما دخلش، ما دخلش يدخل القونات حاسن كتير كتير، ولا لا، وبقى الستور بقى أحسن كتير، ما بقاش فيه مساك فاطمة، اللي يقولك الدكتور بصراحة في النواحة التبية دي إلا هافوا، مش عارفة، داريباً الدكتور نسيني، روح نسيني في ليدة، داريباً هو دائماً دكتور بيتكلم على أن قشة الخضار هي فيها مشكلة، فيها نشفة ومصعبة في الهضم قشة فان لأ، قشة فان ممنوع طبعاً طبعاً المفروض يصنع فاكهة دحقية، وبردو قال لنا من التفاح، أننا ما ناكلش التفاح بإيشه؟ نقشره آه يا رجل، أنا معاكي، أنا معاكي أشرف، نحن نعرف إيه في العرض الفلوانزة، الحاجات دي، نحن نتعلم معها إزاي نوع يا محمد أنا بقول تجربة تجربتي مش عارفة شكلتها والكاكاو ما سمحين، ما sais Lei قالها لكن ليżه لتجربة العخت، أننا... المحتاط نظراتوا بالنظام، الحسن؟ مات مات انا سؤالة كتير قوي يقولوا التماطن اخبارها اي انا قلترهم من الاشرب المonyaش لا التماطن الاشراء وكاقة اشريتها من امود عاش حياتنا من الكويتة سامي ازاي نفسيتك ما في ايه؟ نعم نفسيتك ممتازة ومن التاح الحمدللله الحمدلله جدا 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 بالقوي تمسمون دكتورة على فكرة صارت دكتورة اهه وقيت لي الحمدلله بكش ايه؟ ايام 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 بكده ايام في ايضاً خليلاً. هيا دي اللي تدقي إيه على طول. من أول يوم شابتني فينك وبالخيراً. خضال المسموح اييي قول لهم. وهو مطبوح ليه كليه. خضال المسموح مطبوح. هي الاي. قوي خضال مسموح. لا. ايه؟ لا. لا لا. يا انا ما تنتكلش. لا لا لا. لا لا لا. السي كلام صح. السي كلام صح. مطاطس. بها يكوسة. بتسلم قلقاس. بينزل درجة يكوسة. يمكيق فاسة. منزل تاني درجة يبقى بامية منزل درجة كمانية منزل درجة كمانية منزل درجة كمانية الفلفل الألوان أصلا ممنوع ده واحد اتنين خشف الورقيات كلها ممنوع مع عادة الملخية باسكت بيها مرة في الشارع عشان انا محبها والطعمية مرة في الاسبوع يعني عشان احنا برضه فينا عرق يهود خلاص؟ طيب وراهم البوبوليات مبنكلاش كلها مع عادة العدس الأصبر شربة و الفصول اللي نخضر مرة في الشارع ده الخضر المطلوب الأرنبيت نحطه فين؟ نحط الأرنبيت فين؟ ده نحطه مع الفلع والذي ممكن ناكله بس من غير دي همضوع بقى اه 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 او سانية؟ سانية باللحوة ايه؟ عشان نايم؟ اه اي حالة اي خضر نايم؟ لا قلت لهم قلت لهم الكاتشب والميونيز يشغلين على تكرة لا اللحوم الممنوعة الفراخ 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 كلها ممنوعة دكتور بيصنف اللي احسن نوع لحمة هي الضاني والميز والجديد ويجي بعدها البقري الحياة الفقري الجموس والكلام ده أه.. بس وهي جاء أسوأ حاجة فيه ممكن يفرخ الطم والبصل على قد تطعيم الأكل مش في الكثير مش باقول.. ما يتاكلوش نيين على قد ما يدي بس نجحة حلوة للأكل لكن مش الكثير بقى نتعود كثير دا ومثهميات اللي احنا عايشنا عليها ان هي نزود بصل ونزود الطم والأكل يحلوه أكتر لا.. خالص أرنبيت مخلل أعتقد.. مش عارفة.. الدكتور هي وفق عليها ولا لا أنا أسأله برضو.. زب الفول السوداني أنا عايز أسأله برضو على زب الفول السوداني هو الفول السوداني نفسه ممنوع مش محبز.. أعتقد عشان هو ناشط بس ما عارفش الدكتور برضو هو اللي يقول شخص نباتي يأكل ايه؟ لا.. الدكتور برضو يقول عشان.. أنا مش نباتية.. لحوية جدا يجبا لحوية اللحمة المشرب ممكن الميانيز بس نسبة البيت تبقى قليلة ايه هلا؟ أنا لسه سأل للدكتور نفسه سؤال ده نسبة البيت قليلة فمعدية البصل يتوقف للمضبوخ صحيح رب ده رب ده.. لا مش عارفة بالفرنسي يبقى يسمعها ايه؟ ما فيش برنامج يا إينا ما فيش أي برنامج أنا المسموح اللي كده المعلق يعني فيه جروب تعنيعات الفايبرون يرجى كانت صديقة زميرة الفايبرو أسماء كانت منزلها الجدول أنا أخدت الجدول ده ومشيت عليه هيا هي فيها المسموح الممنوع البن محوش اي مشكلة البن القهوة القهوة ما فيهش اي مشكلة اه الحاجة المطبوخة مع الخضر اوكي انا عارف الفول صداني ممنوع بازد الفول صداني انا اسأله برضو لما يجي اشوفان ممنوع تماما هيا انا مش بعمل دايت يعني مش بعمل تخسيس انا اصلا مش بعمل تخسيس بس مع النظام ده انا خستيه بالرغم ان انا باكل حاجات جريبة باكل مقليات باكل البطاطس في الدنجان ومورد دكتور يعني الموضوع في الدنجان باكل زبدهم زبدهم مربع يعني بوظن اشترى صنوحة الحاجات دي والرغم من كده لا انا اياساتي اختلفت تماما حدوم كانت ضيئة عليها دخل باكل بس عادي طوست طوست مش عارفة طوست طوست مش سن طوست رده وبس يا جماعة طوست رده طوست ردة فقط لا عيش سن ولا عيش شمسي ولا عيش مش عارف ايه ولا عيش المعمول بالتحين ولا حاجات زي ما موظف القرياف لا مفيش كل الفكهة مسموحة مع عدل بطيخ فالدكتور بيقول ان بطيخ خضاره خضاره وقليافه كبيرة طويلة لا ممنوع اللبن بجميع اشكاله ومنتجاته من جبنة بيضة جبنة براميلي اسطنبولي جبنة عريش رايب زمادي هذه اللي ناكل الجبن اللي هي المتجوخة اللي دخلت نام بالتبخت لكن مكرونة عمحة زي مكرونة عادي يعني اقل ضرر ارض من العيش المكرونات العادية بس فقط بس يعني احنا عايزين ننطف جسمنا دي اهم حاجة انا حاسة ان جسمي اختلف تماما بقت نشيطة بقت خفيفة بقت وعية بقت خفيفة ضبابية اللي كانت على طول على قدامه بقى ماشية كأن فيه اسطنة بقفة على وشي ومشطيقة الناس ومشطيقة كل حاجة موجوعة على طول الطبرة مسموحة لا الحليب لا الحليب الحليب انا مشتقاطه اعرى ان كنت اخد اخدت كل انماء جميع علاجات الفرد انا اخدتها حاضر حاضر حسأل الدكتور ردة بالفرنسية اسمها ايه؟ ايه لبن ممنوع مفيش غرابها لبن مميز بس هو طبما ايادا ذا موضوع صعب جدا نجد معزة ونربيها ونبقى نحلي بها ايه كنت باخد علاجات خايبو وعلاجات جادول وخدت كل السنبالتا سيبراليكس، ليريكا، سيليبراكس، خدت علاجات كثير قوي طبعا مش فكرة انا بقالي سنين قوي عما انا ماشيت مع علاجات كثير جدا مجربت علاجات كثير جدا وقفت علاجات كثير جدا لان انا بقلت بلاقي كل ما الجسمي يتعامل على علاج يرجع يتعطيني يعني محتاجة برعات أكبر فأنا بطبيعة انا ما بحبش علاجات ما بحبش الأدوية وصلت ودرجة انها خلاص خنقتني لا مش بسموح الحليب تماما يا دير لا انا ما عنديش سكر الحمد لله بس عندي ضغط وكل سرور عالي جدا دير الحاجات الثانية بقى يعني دي حاجات تانية كثيرة بايزة اه الدواء حسية باخد أدوية حسية كثير لان طبع الارتكارية اللي بتعطي الحيب عندما بتشتغل الارتكارية باخد أدوية حسية ما فيش أي حد للكميات يا سماح ما فيش أي حد باكل لحد مشبعة أجوع أكل وباكل لحد مشبعة وابقى مبسوطة ما شبعة بس بحدود المسموح أجل الهالات يا جماعة من ضمن تربوغات الهالات لا الهالات على فكرة انا مش عاملة مش حطى كونتيلور ولا ولا اسمه ولا فانديشن خالص انا فكرة اقول الهالات هي دي كماما كنت عاملة زل باندا كده اختلفت مفيش جدول مفيش جدول مزام انا فيه قصدق على ورد المسموح من ممنوعات مفيش عرض للطوست كل برحتك كل برحتك تماما الروز مسبوح طبعا دي ان هو الطوست والروز مسبوحين بيهم تماما مش عارفة بروتين بور مش قادر افتيل مواصر انه قاعدت بير The Byron حينها زل المهار شهر الكاسم الدكتور بيقول انه هو ممنوعر ورز وقد كسمت عليها أضرار كثير جدا يجب رؤوا كلهم مش عارفة بس اللي شبه الروز ده اسمه فريك الفريك بسموح السمك المشون طبعا أي نوع سمك بعدها مش مقلي مش مقلي بدهيق أوك مسموح بس ما عادت كلماري أو الجنباري؟ صح السنسو ممتحين يا فاطمة أنا كمان على فكرة برضو أنسي أنا أنا فايل بل جماعة أنا بانسى الكاتشاب مسموح روت بارض بحقيقة روت بلابا مسموح عشان كده اللبان بي خش وي تتبخ بي خشطوره فيه يعني فيه شغل يتعمل فيه. يا جماعة لا انا بمشيت على الكلام ده وبطاطس مخمرة ما فيش اي مشكلة. وبطاطس كوريك ما فيش اي مشكلة. كل حاجة. لا عن تجورتي انا لانا جربت انا طبعا ما افهمش في الكلام الطبي. طبعا انا قلت الدكتور بيشرح بقلميا ودينيا كل حاجة. لك انا بكنا بقى عن تجورتي انا انا وبتي نفسها قلت كتير. لما دوع بقيت نفسي باكل نص كمية اللي انا كنت باكلها قبل كده. باشبع بسرعة. هذه اسمية منورة. الكنافة مملوعة. الكنافة عشان معمولة من العجين. الله يسلمك انا. اي نعرز. الفواجة كلها مسموحة مع هذا البطيف. ما فيش اي ممنوعات في الزيت في انواع الزيت. انا بكر سكر يا جماعة الحمد لله تمام وانا الحمد لله كويسة. ما فيش اي عدد من الدوست ما فيش اي مشكلة. ما فيش اي مشكلة. ما فيش اي عدد من الدوست ما فيش اي عدد من الدوست ما فيش اي عدد من الدوست. ما فيش اي عدد من الدوست ما فيش اي عدد من الدوست. الطيور التي لا تطرش هي المسبوح بها مثل الحمام والسمان لكن أي طيور التي لا تطرش هي ليست جيدة أي سكر ليست ممنوع اه ممكن نالي مرتانس في الزيت انا عملت موضوع الحالات دي فانت فعلا ما كانش ليها أي حل عندي تماما وكل اللي يقولي بالنصغر اللي يقولي بابوسر في الكليفون اللي يقولي عشان انا بقعد قدام الكمبيوتر كتير كل شغله قدام الكمبيوتر وطبعا قدام الكمبيوتر كتير برضو منها فكل اللي حاست مع ان هي خفة هدي خلص مع النظام الأكل يا جماعة فعلا انتهيق عبارة عن سم احنا عمانين بناخد سم بالبطيط سم بيقصر على صحتنا وعلى نفسيتنا وعلى كل حاجة بحاجة احنا عملت مقاسات يعني كميزان ليس قوية يعني اتنين كيلو تقريبا لكن المقاسات اختلفت تماما كل اي حد كان يشوفني بيعرف ان انا اختلفت انا اخذ فكرة يا جماعة خلوا بالكم ان انا اقعدت اسبوع في اعصال الانسحاب انسحاب التقيق اسبوع كنت في حال التعب جامدة جدا وآلم في جسمي انتشرة جدا وحالتي كان مكانش كويسة بس انا سبت على الاسبوع لان انا عرفت ان في اعصال الانسحاب انسحاب التقيق زي انسحاب المخدرات زي انسحاب الكافيين زي انسحاب المضرر معنى كلمة سم فلو اعصال جدا في الانسحاب دي كلها يا جماعة كلها احنا توارثنا كلام مغلوب جدا عن الاكل وعن نظام نظامة الاكل غلط مش بخصي بصي انا ما بقفش على الميزان بس اللي بيفرق انا مع الهدوم يعني بعد الاسبوعين انا البست حاجات ما كانتش بتخش فيه اصلا اصلا ما كانت بيئة تماما ما بتخشش فيه لكن بعد الاسبوعين انا بدأت البسها ما بتخشش فيه اصلا انا كنت بااخد غتامينات كدير جدا وكلها وافتعما على يولينك اوه السمينة لا فيه انسحاب دي يا عمد فيه انسحاب اللي حصل لي ان انا عدت فترة تعبانة لحد ما جسمي نظف من السم زي الإدمان بالزبط جسمي نظف من السم فعشان لحد ما نظف من السم لا انا فترت فترة تعبانة جدا مفيش اي لبن يا جماعة الهائي مفيش اي لبن تنامى مسموح بيه الزيتون مسموح بيه الزيتون كلهم مسموحين بيه حتى وانا عندي ضغط على فكرة ضغط كان عالي باكل زيتون عادي جدا مفيش اي مشكلة فيهم ماي كما عمل دون الاسماء الحاجات الصداع الصداع من اثار الانسحاب الصداع كان روحيب جدا اللام المفاصل كل مفاصلي كلها طبعا ما حدش ولا احرج كانت متضمرة كانت متضمرة مفيش برنامج اي برنامج انا مفيش برنامج معين انا باكل زي ما انا عايزة في حدود المسموح اه ينفع مع مريض السكر الحديث ما بيقصرش في الجسم طول ما احنا بناكل في سنون انا بتعالج اه يا غادا انا فايبروميانجا وضغط وكولسترول وسماكة جدار الرحم ومفاصل مفاصلي كلها تقريبا كلها 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 حق الفايبر او فعلا اللام المعز هو الوحيد المسموح مفيش نظام جعانة تقليب في حدود المسموح كلها زي ما انتي عايزة في اي وقت بطلت الاكتقاب كلها وادويت الفايبر مفيش ما بقبطش خلص أنا دلوقتي وقفت جميع الأدوية الكوليسترول وقفته، الضغط وقفته جميع الأدوية النفس عشان المعدتي وقفته جميع الأدوية بعد الحرفي أنا وقفتها من عشر تيام والحمد لله الحمد لله ما حاستتش بأي اختلاف إن أنا وقفتها إنها أصارت علي بسان أنا أخذت الجناتون في فترة على فكرة أنا سيطالية متحركة جماعة عد علي كل حاجة الجميع بسط العضلات جميع أدوية الابتئاب جميع أدوية المنومات عشان أنا لم يكنتش بعرفة نام من غير ما أحد حاجة هنا يمن لا الحمد لله جماعة أنا بقيت نام بنام بعمق كمان عندي مشكلة مع المنبه الصبح ما بعرفش أصحى ما بسمعش منبه كنتي منايمة بعمق وقفت دواء ضغط مرة واحدة ودواء بكل سرور مرة واحدة وأدوية الفابرو وأدوية الاكتئاب وأدوية العظام وأفتح كلها وقفت كل البوتامينات اللي أنا كنت بأخدها ما فيش برني بس البايتامين دي دي الدكتور قال لي أنه ده المسلوح أنه هكتبه لي أنه أنا أخده أنا وقفت كل أدوية ضغط مرة واحدة ده كل جميع الأدوية جمعاً كل الأدوية وقفت تماماً من عشرة أيام بديل دست بالرد برنصر أنا لست قادر أعرف صراحة بي 12؟ لم أقل ليش الدكتور على قصدك بي 12؟ لم أقل ليش الدكتور على قصدك بي 12؟ ما حصل الجهار فيها؟ الدكتور يمنع أي أدوية تفاصل الجهاز الهضني؟ لم يوافق عليها ده اللي معلوماتي دكتور أيضاً هو اللي يقول أنا لسه هاخد الفضامين دي مش عارفة يعني إيه يا جورت دي؟ يا جورت؟ أخدت مجل صداع أخدت بس قرص اللي هو الألف البرسم والألف وبس يعني ما استمرش معي أنا كمال عشان عندي تشاكل في الرقبة عندي تشاكل كتير في الرقبة فإنها تكون بتسبب لي صداع كتير عندي تشاكل في الرقبة وعندي في القطنية وعندي خلي معا في المفاصل أنا خايفة بسراحة لقد قدرت نقصة حين أنا أرى بالنسبة للمية تشربة بقى الشاب لم أعدش ولم أعدش لم أعدش بش كتير يعني كنت قبل كتان كنت بقى حطة إزالة جابي ومشي بيها وكنت بقى أشرب الميا بعض أشرب ميا كتير عشان قالوا لي لازم أشرب ميا كتير فكان بجلي بخينة وبجلي دخمة ومشطيقة كل حاجة لا أنا دلوقتي بأخذ على قد بنا عدشانة بالضبط الزبادي آه الزبادي ممنوع ها مشاكل في الجماد الزبادي الصداع راح الصداع راح يا جماعة بالتخيرين الصداع اللي كان على طول أنا على طول عندهم صداع مستمر مستمر على طول الحمد لله صداع راح السمسم مسموح والزبيب مسموح يعني الزبيب الأمر من العنب ناكل العنب زي ما قالت دكتور ناكل العنب ما ناكلش الورق كنت باخد كورتي اخدت فترة كورتيزون لما تزد الاتهابات عندي باخده عن كورتيزون اذا بادي من المشتقات اللبن هم ممنوعين ألف سلام عليك يا أميكم جوز الهند مصموح من الشعار حاضرة حاضرة بص يعني عادي بدور على ورقة ناكلت بالدكتور على عفيتها جنبين مصموح لأ الموز مصموح الزبادي ممنوع يا جماعة الزبادي زي اللبن والرايب ممنوع والجمنة البيضة والجمنة القريش من التوارث لحوم باكل لحوم قللت في فراخ مش هقول ان انا منع الفراخ لا قللت فيها يعني الحاجة بسيطة اللحوم باكلها عادي الحلويات اي حلويات مش معمولة بتقيق بتقيق مصموحة زي البسكوسة زي الروز بلبن زي حالة الدكتور بيقول حالات تجمونة مصبوح بيها معادة المالبن كجوم مكسرات مصبوح بيهم احط البروتين بورش نسأل عليها الدكتور احط يا جماعة التليفون بيدي لا باتري فانا الفرشان مسموح ما فيش اي سرطة اي قدر مين ممنوع التليفون هيفصل دلوقتي شحني يا جماعة فانا مضطرة ان انا هقفل عشان الدكتور يفلصطلو عالتليفون بلايو يلا ربنا يشريكو يعافيكو يا ربو انا بديكو امل جانب جدا لان انا بقولكو ان انا عندي الحياة النفسية عندي اختلفت تماما والصفية برضو اختلفت تماما وعندي قبول للحياة بقت احسن شخصيتي لا انا اختلفت اختلاف كبير وربنا يتمش فينا جميعا يا ربا على اخير انا بيطرق اصل اللي تليفون خلاص بيحصل سلام عليك اشتركوا في القناة بشكل م放عد مرآ مرحل بشكل مادئ اشتركوا في القناة لا يشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة